السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع اليوم جديد في مطبخ ساليف حسناء كانت مننا لبنا تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احوال طيب ان شاء الله اليوم نحضر معكم واحد القريصات ببطاطا صراحة انك يجي وروعها كما كتلاحظوا يعني مهوين وارطبين دوزل الطريقة و المكونات اذا نبنات هم المكونات اللي نخدم عندي الطحين تيبقى على حسب الخليط العجين تيكون كي تلسق في اليد كاس ديال الحليب كاس ديال السكر عندي نص كاس عنبازيت عندي جوج حبت ديال البيض وعندي معلقة كبيرة ونص ديال حبت حلاوة بوحدها عندي جوج معلقة خميرة 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 فانية وعندي حبة ديال البطاطا اللي نقيتها وسلقتها بلا ملحة مني كنخليها تلق كيبقى واحد شوية ديال الماء مع هديك بطاطا تقريبا واحد نص كاس كيبقى في هديك بطاطا وكننطحنها في الكاس ديال العصير اللي كنتطحن في العصير اولى شيرو ووحدة كتولي على هد الشكل هذا يعني مني يلم زيان ندوز الدبال ديال الطريقة ديال التحضير خليكم معي وكان بدول بنات على بركة اللي غندير البيض هول لول هندير كاس ديال السكر سانيدة كاس ديال الحلي بيكون دافي لعبار بكاس ديال العنبة درت نص كاس ديال زيت وحكيت حبة حلاوة باش كتعطيتها هي اللدة والتحمار للقريصات كما لاحظوا درت هاد الحبة ديال البطاطا اللي كتكون متوسطة يعني ماشي صغيرة وماشي كبيرة متوسطة صافي زدت هاتها هي سوف نضيف كيس من الخميرة الحلويات وكيس من الفاني سكر الفاني او الفانيلا الخميرة ديال الخبز جوج مع القبار خمالة ديال الحلوة الوزن ديالها 8 جرام وغنخدم المكونات مع بعضهم مزيان حتى كي ندمج لي هاد الخليط مزيان بغيتوا تخدموا في العجانة خدموا في العجانة احسن انا خدمت قدامكم في القصرية باش تشوفوا يعني كي باش كيكون العجين وكان بدا البنات نضيف والملحة يعني نسيت ما ضفتش الملحة في الاول عضفتها وكان بقى نضيف في الطحين بشوية بشوية كي ما قلت لكم العجين تيكون كي تلصق في الجهد اللي نتحكموا اننا ندلكوا العجينة بالكف لانه ضروري انا اي حاجة خسني ندلكها باش كتجي رطبة وكتبقى حتى مودة طويلة يعني رطبة قطرية كان بقى نضيف الطحين بهذا الشكل هادا البنات حتى كنحصل على واحد العجين اللي تيكون يعني كيتلصق غي واحد شوية في اليدي لخليتوها مرخوفة بزاف القريصات غيجيهم كم مشين ما غيجيوش مقاطي وهذا هو الشكل ديال العجين بعد ما ادلكت هاد العجينة مزيان يعني حتى والله تكترطقت تحت الكف ديال يدي كي ما قلت لكم يعني الطحين كنديرو حتى كننقدو نتحكموا اننا ندلكوا العجينة ما كتكونش قاسحة وما كتكونش مرخوفة يعني كتكون كتلصق واحد شوية في اليد كي ما لحتوا يدي هذا بغان دير هاد العجينة تخمر في الكوكوت وغان سد وغان دير صفار ونخليها تخمر واحد ساعة ونصف تقريبا وانتلاقى بيكم خليكم بعين كي ما لحتوا البنات بعد ما خميرات العجينة تقريبا واحد ساعة ونصف تخمر لاني ما كان نقويش الخميرة بززاف باش ما نجيش فيهم مرحة الخميرة يعني كي يجيوهما هادوك درتوا فسديت الكوكوت ودرت صفار وخليتهم تخمروا وفحط البلاصة دافية لما كانش الكوكوت اخواتي في دول اخرى تناخدوا اما شي سطل عنده الفيلتاج كي تحكم الاغلاق دياله او لشي سوبيرال اللي كتتسد مع جناب باش كتكون ضغط يعني كتير لداخل وتعاوديد لك ذك الدقت اللي تكون في السطل ولا في السوبير ولا في الكوكوت تعاوديد لك العجينة مرة اخرى صافي وكن خليها تخمر ماني كي ملاحظت وخرجت اللي هو من العجينة صافي وكن بدأ نشكلها كورات الحجم اللي بغيت وانا درت الحجم موين ماشي كبار بالدين وماشي صغار يعني بين وبيين بالنسبة الاخوات اللي تي بغوا يشدوا لكوموند في القرص سبعين درهم العجنة ما سنخدموش للوحدة في القرص لانا ما غايكونش الرباح يعني احنا ما نخدموش واحد ميتين حبة تلتمية حبة ده بغى نحاول نقاد الحجم ديال القرصات يعني اللي صغيرة كن حاول نقسم النواء او كنشكل اخرى كورة اخرى عفوا على هات الشكل هاته هنتو هما ده بغى نبدأ ندير غير واحد شوية ديال الطحين انا غير في اللولة اللي دارت الطحين من بعد بقيت كندير غي يديها غير الاطراف ديالي يديها في الطحين وتنقرس يعني ما بقيش كنقرس بالطحين هنتو يعني باش ما كيجيوش شهبين الى قرستو بالطحين وكترتو الطحين بزاف رغدين يجيوه شهبين قدر الله وخففتو العجين بزاف وبغيتو تديرو شوية ديال الطحين ما تكتروش بزاف يعني الجهد اللي تلولو بليكم القرصات في يعني لاحظو هنا هنا كانوا ليس كندير غير يديها في الطحين وكنشكل بهالطريقة هادي الجهد اللي ما يتلسقوش ليه يتلسقش ليه العجين في يدي نكمل البلاس ونطلقى معاكم في المرحلة التالية خليوكم معايا اذا انا البناس بعد ما شكلتهم قريصات ادخلتهم الفران تيخمروا الفران طافي لان الفران تكون شوية دافية تساعد على العجينة تغييتها تخمر صفي مني خمروا وبديت كنقرس فيهم بهذا الشكل هذا لاحظو هنتو ما كلها فوقاعات مع جنب لان انا اعطيتها عجينة اللي كمزيان حتى ولا تكترتك تحت الكفة ديال يد وزادت تاني دلكتها الكوكوت كنديرو حت شوية ديال طحين ترشو على الرخامة غي تحت القريصات ماشي في الوجهه ديال القريصات سنقرس باش ما يشدوش ليه فرخامة على هاد الشكل هذا يعني ماشي مشكله الطحين يكون تحت العجينة اما في الوجهه فا غي يجيوكم بيضين ومغي يشوش في التحمار مزيان كنكمل البنات بهذا الطريقة هذي هانتو ما ونلاقا معاكم ان شاء الله بعد ما نكمل هاد الكيميه كلها في التقراص ما تقرسوهم مش بزاف وانما غي شوية كنطرقوهم اخذيت البنات هنا ثلاثة ديال الصفر ديال البيض وجوج معالق ديال النماء فقط غدا خلطتهم مزيان حتا ندمج ديال مزيان مع البيض هو ليتيعطي دك التحمار زوين في القريصات وكان بدان دهال القريصات من جميع النواحي حتا من جنب كان حاول نهبط بالشيطة بهذا الشكل هذا باش كي يجيني اللون ديال هاد القريصات موحد صافي كان تم غدا بها الطريقة هذي كما كتلاحظو حتى كنكمل كمية كلها ديال القريصات انا عمرت لي هاد اللاطا وعمرت لي وحد اللاطا اخرى كحلا والحجم ديال هم يعني كما قلت لكم جوا في الوسط ما جوش كبار وما جوش صغار كما لاحتوا يعني كتطرقوهم غي شوية مش يتطرقوهم بحل القرص البلدي غي شوية صافي بهذا الشكل هاد الابنات اذا لابنات كناخد جنجلان ما محمر متاش حاجة لان ما زال غايدخول يتحمر في الفران وكان بدار رش على الجناب كما لاحتو والوجه وكل شي باش مني كيتنفخو هاد القريصات تيجيو يعني الجنجلان مرشوش فيهم كاملين ماشي غي الوسط باش ما بغايتو تزينو بالبافو بالشوفان بالجنجلان كحالي يعني كيبقى لكم انتم الاختيار بعد ما كمنت للكيمية كلها ديال القريصات الابنات غاندخلهم الفران يخمروا من اللي يخمروا تلقى معاكم ان شاء الله خليوكم معي وهذا الزلافة ديال المال البنات ضروري كنديرها في الفران باش كتعطي للون وكيجيو القريصات يعني رطبين وتبقى البنات هذا هو الشكل نهائي ديال القريصات صراحة ان تيجيو رطبين بزاف بزاف خصوصا الى باتو او لاحتفتو بهم في المجمد صراحة عما كيزيدو كيرطابو كيعطيو واحد يعني كيشاشو كتر ان شاء الله مني تجربوهم يبقى معتمدين عندكم وبالنسبة للطياب البنات كيما لاحظتوا مني حلية الفران كانوا مازالي للفوق يعني خليتهم حتى بدأت يعني بدأت حمارتي يدور على الوجه ديال القريصات عاد كننزلهم وسننقص الفران وكان بقى ندور اللاطا مرة مرة باش نطيح لون مواحد وزلافة ديال المتنطلع على الفوق بتالا بغيتو يعني تديرو فيهم الشكلات للداخل انتم مني لبنات الفكرة والوصفة تكون لاتيعجبكم ان شاء الله تجربوها بصحة وراحة هذا البنات هو الشكل ديال القريصات بعد ما كيبردو لاحظو كيفاش يعني مهويين لاحظو هانتو ما البنات صراحة هن كيجي وارطبين بزاف وهذا هو الشكل ديال القريصات كيما وردتكم في اول فيديو صراحة هن تيجي ومهويين وارطبين لواحد درجة كبيرة بزاف بزاف انا كيما رحتو يعني قطعت واحدة على جوج باش نحاول نوريكم هانتو ما مني تنبرك بالصبعي على القريصة كيفاش كترجاع يعني دليل على انهم رهم دلوكين وخفاف لواحد درجة اللي ممعجنين متاشي حاجة كما قلت لكم بغيتو تحشيوهم الشوكورة ديرو ليهم يعني تهو الشكلات يعطيهم واحد اللدة اخرى واي حاجة ما نفهماش اي حاجة ما غاضحاش خليوا لي ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها وكان شكركم للبنات بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي كتخليوا ليها ولا تشجيع ديالكم اللي صراحة نابع من القلب وتيوصل للقلب فشكرا جزيلا لكم بعدا نقول لكم صلى الله وفراسكم بزاف بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة